عدنان من العراق مساء الخير في بداية الحلقة إلت أنا السبب سنعرفه خلال الحلقة لماذا دخلت إلى السجن اعتقالي كوني ضابط في الجيش العراق السابق نعم قامت القوات الأمريكية وقوات مشتركة في بداية 2004 بمداهمة بيتي بقوة كبيرة جدا بطائرات وقوات كبيرة جدا نحن نحكي عن مداهمة ولكن عدنان أول شيء دخلت إلى القواعد الأمريكية إلى سجون من أبو غريب إلى بوكا إلى كروبر وإلى سوسا حيث كل السجون الموجودة في العراق وكل هالمعتقلات صور هزة العالم أي أصعب أنواع التعذيب التي تعرضت له عدنان حقيقة هو ما يوجد شيء صعب لأن تشوف شيء أصعب من عنده في سجن آخر وفي مكان آخر تلقى أعذاب أكبر كلما تنتقل من مكان تعذب فيه تجد مكان وتنسى هذا تجد مكان تعذب به أكثر ولذلك اللي رأيتوها في الصور هي قد شيء بسيط جدا من اللي تعرضت له أنت من اللي تعرضناه إحنا وكثير من المعتقلين صور أبو غريب لهزة العالم كنا عم نشوف صور وسجناء حكوا عن هذه العزبات بالسجن عن تعريت المساجين وعن الإهانات الجنسية وعن استخدام الكلاب كل ما رح نحكيها خلال الحلقة أيضا عدنان شو كانوا يعملوا؟ شو كانوا يعملوا؟ الكيس في رأسك واليد مقلة مقيدة إلى الخلف بأرجلك من الخلف أصفاد في الأرجل والأياد وتركل ولا تعلم إلى أي جنب انتقاه وعندما يخرجونك من المكان إلى أي مكان آخر يركضون بك حراس اثنان وأنت حافي ولا تعلم كيف الدماء تسيل من أقدامك إذا صدمت بحجرة أو بسلك شائك أو بغيرها فكلها لحظات عصيبة جدا ومؤلمة جدا الأصعب كان الإهانات النفسية الإهانات الجسدية أو الإهانات الجنسية لا أكيد الإهانات الجنسية لأن هذا إذلال نفس أما الإهانة البدنية فهي الجرح يشفى والكسر يجبر ولكن أي شيء يجبر كإهانة جنسية أو إهانة إخلاقية أو إذلال للإنسان أي شيء يطيع أي شيء يداويه وأي شيء ينسيه لا شيء قلت عم بقرأ من خلال شهادات بعض السجناء السابقين بأبو غريب مثلا بيقولوا أن المترجم كان يمروا أن يمارسوا العادة السرية أمام المجندة يكون فيه اختصاب من قبل المجندات ومشاركة الكلاب مثل ما أنت قلت هلأ حقيقة أخي أمور اللي حتت أمور عظيمة جدا من خلال اللي تكلمها تكلموا معانا كثير من المعتقلين أحد المعتقلين تكلم قال وأقسم بأنه أجبروا الكلب على أن يأما أن تتكلم ويأما أن يمارس معاك الحالة الجنسية أمور عظيم وإذا ما تكلم كان ينفزوا هالموضوع أكيد ولكن من يعلم وهل يفضح أكثر مما فضح أكيد لا كثير من الأشياء يحتفظ بها المرء لا يجوز أن يبوح بها لا لزوجته ولا لأطفاله ولا لأصدقائه ولا عبر التلفاز شوفي أمور بعد العالم ما عرفه عن فضائح وفضائح أبو غريب حقيقة شكوا لجان هم يمررونها على أماكن مرتبة للجان أن يمرون ويشوفونها أما أماكن مرانة بها وحتى كانت نساء معتقلات ما مرها أبدا أي لجنة من اللجان أو أحد يعلنها شو الأمور لبعد ما منعرف أننا كناس نتابع مبارك رأي عام يدخلون عليك المجندة وأنت تريد أن تدخل إلى الـ WC وهو WC مكشوف وتركلك على كثير من الأماكن الحساسة وهي مجندة وفي هذه اللحظات يفتحون عصابة عينك حتى ترى أو يدوس على رأسك بالحذاء وهي المجندة كل هذا لا ينسى أما الركلة والكسر والضرب ممكن أن ينسى بمرور الوقت ولكن هذه الأشياء لا تنسى لقينا وشاهدنا وتعذبنا ما لا يطاب عفوا على المقارنة عدنان برجاء بعتذر منك على المقارنة ولكن كيف كانوا يعاملوا الكلاب كلابهم حقيقة لو كان المعتقل يعامل بمعاملة الكلاب لكان في أي فندق من أبو خمس نجوم الكلب يشرب المي البارد واللحم وسيارة تنقل مبردة والمعتقل حافي معرّة مكبل معصوم العين يلقى على كرسي أي حركة الكرسي يسقط بك ولا أحد يعد لك حتى تنتهي نوبة الحارس التي هي أربع ساعات أو ست ساعات لماذا؟ ليه؟ ليه كل هذه التعذيب؟ سألتون ليه؟ شو كان يقولوا؟ لكل شيء ثمن وليه كل شيء ضريبة فأكيد أتكلم كثير ناس هم أصحاب مقاومة وطنية شريفة وكثير ناس احتقلت كما أشرت في بداية حديثي كونه منتمين إلى الجيش العراقي والحرس الجمهوري ممكن يكون حدا وشه بك أكيد لا تخلو كل بلد يحتل نعم هو فيه هذه المداخلات والإرهاصات الموجودة يعني وشه بك انتقاما معقول لأنه أنت كنت موقعك ضابط سابق في الحرس الجمهوري أثناء حكم صدام يعني ممكن يكون ممكن حدا تعذب على أيديكم وشه بك مثلا شخصيا حقيقة الظلوعية والقرى المحيطة بها استهدفت في تلك الفترة في ثمانية أربعة وكان أكبر مداهمة وأكبر قوة أمريكية تدهمها بقوة ثلاثة آلاف جندي مدججة بالمروحيات والطائرات الحربية والقصف فكان التركيز لأنها منطقة تحمل حقيقة في طياتها كثير من أبنائها أصحاب الشهادات والضباط في المراكز في حكم صدام نعم ممكن أن يكون من هذا الأسباب أيضا أنت من أي منطقة من قرى تابعة لناحية الظلوعية نعم صلاح الدين نعم عدنين عم بيعطوكم كانوا أوامر إذا رفضت تنفذ هذه الأوامر أكيد تركل وتعذب وبالآخر بتنفذها لا عندما أرفض أتحمل كل العذاب أتحمل أتحمل ليه إذا نفذت شو كان صار كانوا وقفوا يطلب الأكثر مثل شو لو قال لك والإهانات كلها كانت لا يصحبوا منكم معلومات أو فقط للإهانة والإذلال فترة التحقيق الأولية تجتم للتعذيب لانتزاع المعلومات ولكن ما بعد التحقيق لهذه الفترة يبقى كل عمل مدروس ومبرمج ومبرمج لإهانة المعتقلين للإهانة نعم أديت بمعلومات مضللة تحت وقت التعذيب لا لم أدلبي معلومات مضللة لأن لم أجب على آسلتهم لأن هذه المعلومات كنت أدلبيها معناها أني أحكم نفسي نعم كيف كنتوا تناموا تصحوا مفهوم الوقت لأبو غريب نعم حقيقة تمر ساعات عليك هم يخرجونك لغرض التعداد التعداد ممكن أن يطول نس ساعة 30 دقيقة ولكن هم يبقونك بالشمس أو برد أو مطر يبقونك ثمان ساعات الثمان ساعات هذا للمعتقلين في منطقة ضيقة لا تستطيع أن تجلس لا تستطيع أن تمشي إذن ثمان ساعات يريدون من عندك خلق مشكلة هيدون هالثمان ساعات كانت فيها نقول راحة من التعذيب أكيد هيدا الراحة أكيد هي هذا الراحة كمن يستجير بالرمثاء من النار كمن يستجير بالصحراء من النار تحب أن تقف بالتعداد بهذا المنطقة الضيقة وبهذا البرد وبهذا المطر وبهذا الصيف الحار وهذا الشمس أن تخلص من عذاب المكان الصغير شو كان يعطيكم الصمود حقيقة الأمل أمل بشو كنت تشوفوا أمل حقيقة أحيانا يتغاءل لا نقول نقطع الأمل لأن الصبر هو مفتاح لنجاح وعزائم الرجال فكلما تكون صابر وجلد أكيد وأمل بأن تذكر أسرتك وأطفالك في يوم من الأيام أنك سوف تخرج وتراهم كنت تعرف شو عم بيصير مع أفراد أسرتك مع مرتك ووليدك أنت بيستجن حقيقة أنه بعد فترة طويلة جدا يا الله وصلت أخبار لزوجتي وأطفالي ووالدتي بأني ترى طيب وعلى قيد الحياة وفي أبو غراد العذاب أكتر عذابك أنت بالسجن أو العذاب شو ممكن يكون عم بيصير بأفراد أسرتك في الخارج حقيقة البيئة اللي يعيش بي هي كقرية ساعدت أطفالي وزوجتي على العيش بأمور بسيطة جدا ما عندنا تكلفة في الحياة بعد ما طلعت كيف طلعت آخر شيء حقيقة نقول كما قال يوسف عليه السلام وإذ أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن إذن هو إحسان من الله عندما خرج فخرجت حقيقة لتستقبلني زوجتي وأطفالي وأخوتي ووالدتي واللحظات حقيقة عظيمة جدا وإحساس بالبدء بالحياة بالخطوة الأولى وباللحظة الأولى لتفتح أمامك آفاق المستقبل بخطة واثقة وأمور يجب أن تكون حاسب لها حساب دقيق لأن الخطأ أو أي شيء قد يرتكب تدفع الثمن غالي